الجمعية كان عندها هذا التدفق الكبير في 2017 يمكن بمفكر السادة الأعضاء وأعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي لأن الحياة حتى انتخابات 2017 قد كان جمهور الأهلي حريص جدا على متابعتها وعلى التفاعل معها شأن كل انتخابات للأهلي لأنه النادي الأهلي جمعية العمومية لما تنعقد عشان تنتخب مجلس لإدارة النادي هو يدير مشاعر الملايين من الجماهير الأهلوية في كل مكان فأعتقد انتخاب مجلس إدارة للنادي الأهلي هذا حدث شعب كبير يهم الملايين من جماهير النادي الأهلي في كل مكان لكن السيد عضو النادي اعتاد قبل كده زي ما قلت لحضرتك أنه بيسدد يوم التصويت ويجي بالإصال عشان يصوت دلوقتي احنا بنتكلم على 15 يوم قبل الانعقاد وإحنا عملنا برضو ده برضو لما بتبقى عندك قرار بتشوف التدعيات اللي بتيجي على هذا القرار يمكن أنا تبعت حضرتك مبارح مع الأستاذ الفاضل حامد عز الدين وكنت بتتكلمه عن تطبيق النادي الأهلي أكيد في ناس ظروفها كتير ده نروح له لكن أنا عايزة أولا تكلم على جديد اللي حفي عملية الغياب عن حضور الجمعية هناك نظام الأساسي بتاع النادي نص على مبدأ واضح أنه دايما إحنا قلنا في فلسفة للنظام الأساسي بتاع النادي الأهلي الفلسفة الأساسية بتاعت نظام الأهلي هو تعزيز دور الجمعية العمومية في صناعة القرار داخل النادي الأهلي وبالتالي هي عشان تعمل عملية تحفيز البعض قد ينظر لها بمنظور خاطئ لكنه هو منظور إيجابي وتحفيزي أن النظام الأساسي بتاع النادي بيقول في حالة التخلف عن حضور الجمعية العمومية لأسباب لم تكن قهرية يعني ممكن أن يتقبلها النادي الأهلي بيتم فرض غرامة قيمتها 50% من قيمة رسم الاشتراك السنوي يعني لو العضو بيجدد عضويته السنوية ب500 جنيه هيدفع 250 جنيه غرامة هيدفع 250 جنيه غرامة اللي بنص عليها النظام الأساسي وبرضه مش عايز أخذها بمفهوم الغرامة ولكن ده تحفيز لعضو الجمعية العمومية وتعظيم لدوره أن يتولى مسئوليته التاريخية بالضبط تجاه النادي الأهلي بالضبط ومسئوليته التاريخية تجاه النادي الأهلي وجماهيره لأن احنا كل مرة بنقول صوتك بألف يعني أنت بتمثل ألف من الجمعية العامة اللي هي خارج أسوار النادي الأهلي فأنت ممثل لها وأنت القادر على صناعة هذا القرار فأنت وإحنا على فكرة كلنا ثقة إن شاء الله أن أعضاء الجمعية العمومية النادي الأهلي دائما دائما بيتحملوا مسئوليته من تاريخيات تجاه النادي في الحقيقة طيب لايحة النظام إذا كانت يعني اهتمت بتحفيز العضو على الحضور اهتمت أيضا على بتسهيل فرصة الانعقاد حتى أنه نزل للانعقاد التاني لخمس تلاف فقط في صحة الانعقاد طبعا ده برضو موجود في النظام الأساسي والنظام الأساسي أكد عليه لأن في الانعقاد الأول بيتم في اليوم 25 وإذا لم يكتمل النصاب يتم في اليوم الثاني وحط له برضو محددات هو 10% أو 5000 أيهما أقل لكن إحنا طبعا ده من الجمعية العمومية الحالية فيها انتخابات لمجلس إدارة فكسافة التصويت ده بتصنع زي ما أنا بأكد دايما قوة القرار للمستقبل وأنا يمكن إذا حضرتك سمحت لي في عجالة الإنجازات التي حصلت هذه الدورة المرة الحالية هي إنجازات قد تكون غير مسبوقة في تاريخ الرياضة المصرية سواء كان على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الإنجاز الرياضي النادي الأهلي عنده شقين رئيسيين اشتغل عليهم تطوير البنية التحتية في مقرات التي أصبحت أكبر الأصول موجودة بين الأندية المصرية وعنده كمان الإنجاز الرياضي اللي هو أفضل الإنجازات على تاريخ الرياضة المصرية بالأرقام والحقائق ليس يعني أننا عشان بننتمي للمجال فالأربع سنوات الماضية دولة كان فيهم أكبر قدر من الإنجاز التاريخي في البنية التحتية وأكبر قدر من الإنجاز الرياضي ده كان نتيجة لأن الجمعية العمومية تحملت مسؤوليتها التاريخية ونزلت بكسافة ونقشت بجدية استراتيجية النادي الأهلي اللي عرضها المجلس الحالي لأن الاستراتيجية وهنا صنعت ثلاث حاجات الموازنة بتاعت النادي الأهلي الحالية أو الميزانية الحالية اللي تجاوزت 2 مليار 539 مليون ده بتعكس أربع حقائق مهمة أول حاجة أنا أتكلمت فيها في عجالة قوة الثقة أن الجمعية العمومية عندما تنزل بقوة وتمنح لحق الاختيار لها اللي هو ديمقراطية تصناعة القرار في النادي الأهلي منحت بقوة مجلس الإدارة فأصبح مجلس الإدارة متحمل قوة الالتزام بمعنى إيه؟ قوة الالتزام أنك يجب أن تفي بالأهداف التي وعدت بها وذلك هنا كان فيه مصداقية للوعود اللي وعد بها النادي الأهلي ثم قوة الأداء أنك تستطيع أن تصل إلى أفضل مستويات الأداء وتنجز 100% من الوعود اللي وعدت بيها الجمعية العمومية بقيت بداية هنا جمعية عمومية بداية هنا قوة حضور الجمعية العمومية هذا الحدث الأول المهم ثم قوة الأداء دي حولت عندك حاجة مهمة جدا قوة الإنجاز أن هذا الإنجاز الذي حصد في هذه الدورة بشهادة الجميع ليس فقط أبناء النادي الأهلي ولا أعضاء النادي الأهلي ولا جماهير النادي الأهلي ولكن كل من يعمل داخل الدولة المصرية لمس هذا الإنجاز بشكل واضح جدا اللي عمله النادي الأهلي بالحقيقة نموذج فريد ويمكن ده أنا بقول الميزانية هنا ربطت هنا الميزانية بالأربعة دول لأنه أنت حضرتك يا الميزانية يعني ببساطة شديدة ترجمة الهدف لمال يعني أنا النادي الأهلي مجلس الإدارة الحالي وعد الجمعية العمومية بأنه هيعمل جراش في مدينة نصر الجمعية العمومية عايزة تاصق في أن الهدف ده له ميزانية تستطيع إنشاؤه هتقوله هيتكلف كم هيتكلف 56 مليون جنيه طب هتجيبهم منين يبقى أنت بتفكر كمان في الإرادات بتاعت الميزانية وهنا في الحقيقة ده مصدر فخر للنادي الأهلي فكانت أكبر ميزانية في تاريخ الرياضة المصرية لمؤسسة رياضية هي نتجة من عند قوة ثقة الجمعية العمومية في أنها لما هتنزل عندها ثقة في المجلس اللي بتختاره أن يقدر يحقق الأهداف اللي يقدر يوفر لها الترجمة المالية في صورة ميزانية ده كلام مهم جدا احنا في الحقيقة احنا في النادي الأهلي فخرين بيه جدا جدا جدا